اشد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب بالانتصار الثالث على التوالي الذي حققه فريقه فارس افسي في الدور الفرنسي للدرجة الثانية بشعار فيكتوريس البحرين مشيرا سموه الى ان الفريق الذي تمتلك البحرين حصة ما يحظى بدعم كبير من ادارة النادي التي توفر كافة الامور للفريق وهو ما يساهم بتقديم افضل المستويات وحصد النقاط واكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ان المتتبع لمسيرة الفريق في الدوري يرى المستوى المتصاعد الذي يقدمه الفريق في كل جولة ويدل على ان الفريق يمتلك العديد من الامكانيات المتميزة التي ستظهر مع الجولات القادمة لا سيما ان المشوار طويل ويحتاج الى مواصلة العطاء لتحقيق الهدف المنشود وهو الصعود لدور الدرجة الاولى متمني سموه للفريق كل التوفيق والنجاح حيث يحظى فريق بارس افسي بهتمام ودعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وقد تمكن فريق بارس افسي من تحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري حيث فاز على اميان بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة ليرفع رصيده الى تسع نقاط في صدارة الدوري الفرنسي للدرجة الثانية وانهى بارس افسي الشوط الاول لصالحه في هدف النظيف عن طريق لوبيس في الدقيقة الحادية والاربعين قبل ان يضاعف النتيجة في الشوط الثاني عن طريق نامي في الدقيقة السابعة والخمسين فيما جاء هدف الخصم في الدقيقة الحادية والسبعين وسيخوض الفريق مباراته القادمة امام نانسي يوم السبق القادم ترجمة نانسي قنقر